هنا في منطقة ثق الحوت ببنغازي أو ما تبقى من هذه المنازل التي كانت شاهدة على معارك طاحنات استمرت سنوات ما زالت مشكلة الألغام تقدم ضاجع المدنيين حتى أصبح صوت تفجيرات العبوات الناسفة أمرا مألوفا لدى الكثيرين هنا أيضا يعمل خبراء الهندسة العسكرية على إزالة ألغام زرعت على مدى أكثر من ثلاث سنوات بالإمكانيات المتوفرة لتسهيل عودة الأهالي إليها لكنهم عادة ما كانوا ضحية لها بسبب عدم توفر المعدات اللازمة وغياب الدعم الحمد لله رب العمين تم نجاز بعض المهام ونزال بعض المهام لم تجاز بعد في قلة الكنيات والظروف التي قدامنا والعوائق كل شيء هنا يلخص بشعة الحرب وحتى هذه الجدران المتآكلة لم تستطع منع بعض المواطنين من العودة رغم تحذيراتها بأن المنطقة ملغومة هم يريدون فقط العودة إلى الأرض التي غادروها ذات يوم مكرهين وهنا يحدثنا عن محمد الرواعي أحد سكان سوق الحوت بالمدينة عن جارته الأستاذ الجامعية التي لقيت حتفها رغم تحذيره لها قتلتها الألغام لاستعجالها الرجوع إلى هذه العمارة التي تطوقها قوات عملية الكرامة بسبب الألغام اتصر بي واحد من سكان العمارة يسأل إن فيه لغم تار في العمارة مفجر وفيه ولية توفت أنا ما عنديش معلومة لكن جيت كيف هجي سألت قالوا لي الأخت منا لبيدي اللي في الدور نور الألغام حصدت أرواح خمسين من خبراء الهندسة العسكرية وتسببت في جرح ستين آخرين هذا القاتل الخفي قضى على تسعة واربعين مواطنا وأصاب العشرات وقد يكون العدد أكبر بكثير لعدم حصر جميع الحالات حسب مصادر رسمية ولابد من وقفة جادة اليوم من السلطات المحلية والمجتمع الدولي للمساعدة على إذالة الألغام وباقايا المتفجرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر